أكد سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين تعيش اليوم في عصر الانفتاح والديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة والذي كفل لجميع المواطنين حرياتهم وحقوقهم بشكل متساون دون تفرقة أو تمييز مشيرا إلى أن المواطنة تعد حجر أساس التنمية وتعزيز الانتماء الوطني والوحدة بين أبناء الوطن الواحد جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سموه في مدرسة الرفاع فيوس الدولية بحضور طلبة المدرسة وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المسؤولين بالمدرسة تحدث خلالها سموه عن أهمية المواطنة وحقوق ووجبات الفرد كما تناول تجربته العلمية والعملية كنموذج وقال سموه إن المواطنة لها أوجه كثيرة مؤكدا أن البحرين كانت منذ الأزل واحة للتسامح والتعايش والتآخي وملتقا لمختلف الأعراق والطوائف والأديان بعدها تطرق سموه إلى المعاني والأشكال المختلفة للمواطنة وخدمة الوطن مستعرضا سموه تجربته وكيف أن سموه اختار الالتحاق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية اقتداء بوالده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا سموه إلى أنه استطاع ترجمة معاني المواطنة من خلال مسؤولياته في المجال العسكري والقطاعات الأخرى التي يتولى مسؤولياتها واشهد سموه بتخرج الشيخ عيشة بنت راشد الخليفة من أكاديمية ساند هيرست العسكرية باعتبارها أول فتاة بحرينية تتخرج من هذه الكلية العريقة معربا عن فخره واعتزازه بتقديم المملكة العديد من الرجال والسيدات الأكفاء في مجال الخدمة العسكرية ودع سموه الطلاب إلى تكريس إمكانياتهم وقدراتهم في خدمة الوطن ونمائه وازدهاره فالشباب هم عماد الوطن ومستقبله وفي نهاية اللقاء تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هدية تذكارية من رئيس مجلس الأمناء لمدرسة رفاع فيوس الدولية عاطف عبد الملك الذي أعرب عن شكر وتقدير مجلس أمناء المدرسة لسموه نظيرة فضوله بالالتقاء بالطلبة وتقديم النصائح والتوجيهات القيمة لهم اشتركوا في القناة